نسبة الاهلي رقم واحد أعايز أقف مع حضراتكم هنا في حاجة بسيطة جداً وبعدين أرجع تاني للمباراة هي حاجة بعيدة عن كرة الخطر بس أنا عايز أتكلم فيها لأن لازم أتكلم فيها لأن مش عايز أقول إن استفزني التصريح ولكن لازم أعلق عليه هو طلع بعض بعض الجهلاء بيتكلموا عن أرقام للنادي الأهلي وعن إن النادي الأهلي في كرة السلة خلينا نتكلم عن كرة السلة لأن الموضوع كان يخص كرة السلة أحد الجهلاء أو بعض الجهلاء قالوا في دوري اليومين دول دوري المرتبط حضراتكم معارفين دوري المرتبط في كرة السلة بيبقى الفريق الأول مع فريق الشباب بتاعه مرتبطين مع بعض في النتائج وبناء عليه بيتم احتساب النتائج بتوع الكبار مع الشباب وبناء عليه بيتم بعد كده يا إما أنت برة يا إما أنت بتتأهل للدور اللي بعد طيب النادي الأهلي الدور اللي فات ده اللي هو السيمي فاينال لعب مع دور قبل النهاية لعب مع نادي التحاد السكندري نادي التحاد السكندري صاحب جوالات وصوالات كتير جدا 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 في كرة السلة فاكرين زمان من أيام كابتن متحة واردة وعصام أبو العينين وطريق الصباق ومجموعة كبيرة الهائلة دي اللي إحنا كلنا فاكرينها وما حد بش يقدر ينساها كويس نادي الأهلي كسب في ماتشين المرتبط ماتشين اللي هم على مستوى الشباب على مستوى الشباب وخسر المباراة الأولانية خسر المباراة الأولانية فرق 14 نقطة ولكن بعد ما فرقتين الشباب بتوعنادي الأهلي كسبوا زهاب وقياب يبقى النادي الأهلي في المباراة الأخيرة يكسب بأي سكور يتأهل للفاينال النادي الأهلي الحمد لله كسب فرق ست نقاط كسب في الفاينال 81-75 فرق ست نقاط أهو خسران الماتش الأولانية فرق 14 نقطة ولكن بفوز فرقتين الشباب على نادي الاتحاد السكندري أصبح من حق النادي الأهلي إن هو آخر مباراة يكسب فهو كسب فتأهل النادي الأهلي إنها طلع علينا بعض الجهلاء بعض الجهلاء هم طبعا هو طبعا يعني ما يستحقوش إن أنا رد عليهم ولكن أنا بوضح الصور وقال لك إزاي الكلام ده إذا كان النادي الأهلي خسر مش عارف الماتش الأولاني فرق 14 نقطة وكسبان بس الماتش التاني فرق 6 نقاط إزاي يخش الفاينل إزاي يكسب دي لوائح يعني دي لوائح بطولة الماتشين بتوع الصغيرين والماتشين بتوع الكبار مرتبطين في بعض هم تلعب تكلموا عن النادي الأهلي بس طب نشوف على المباراة التانية المباراة التانية كانت بين مين بين سموحة وسبورتنج نادي سموحة على مستوى الشباب كسبان الماتشين نادي سموحة على مستوى الشباب كسبان الماتشين خسران الماتش الأولاني كام؟ أرجع بقى لحضراتكم تاني بالأرقام خسران الماتش الأولاني من سموحة تسعة وتمانين تسعة وستين يعني فرق عشرين نقطة لصالح مين؟ لصالح نادي سبورتنج المباراة اللي كانت بتتلعب التانية مباراة الاياب بين سموحة وسبورتنج نادي سموحة كسب فرق خمس نقاط كسب فرق كام؟ خمس نقاط وخسران الماتش الأولاني كام؟ فرق عشرين نقطة ولكن علشان هو فرقته بتوع الشباب كسب وزهاب واياب بقى من حق نادي سموحة يدخل فين محدش تكلم خالص على الموضوع ده يتكلم على سموحة وسبورتنج لا هو اللي تكلمه تكلمه بس إزاي النادي الأهلي ما هو النادي الأهلي دخل البطولة دخل الفاينال بناء على لوائح البطولة إذا كان انت تجهل فلا من حقي ان انا ارد عليك ووضح لك الصورة إذا كنت انت حاقد كالعادة دي تبقى حاجة تانية بس أنا حبيت أوضح الصورة ترجمة نانسي قنقر